اشتركوا في القناة ويكون يوم الجمعة ان شاء الله تعالى بالنسبة للقمر زي ما حكينا انه موجود بالجوزاء وراح يكون موجود بالسرطان هذا اليوم رح يتركز وجوده طيلة النهار تقريبا في منزلة النثرة هاي المنزلة ممتازة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وعند انتقال القمر لبرج السرطان منشعر جميعنا في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء تريحنا من جانب اخر يعني براودنا بعض الذكريات ومنا ممكن يحزن او يبكي يا اما على حب قديم يا اما على البوم صور يا على ذكريات لاشخاص كانوا معنا وفارقونا يعني الذكريات بصورة عامة في هاي الفترة لازم ننتبه كثير لطعامنا وشرابنا لانه بصير عنا قابلية وشراها عالية جدا لالتهام الكثير من الطعام وشهيتنا بتكون مفتوحة اهم اشي انه بدنا نتجنب انتقاد الغير لانه بتكون حساسيتهم شوي عالية هاي الفترة ممتازة لشراء عقار او زراعة نبته وبتعطينا نوع من انواع الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع معهم في البيت زي ما حكينا انه خلو المسار اليوم رح يكون في اخر ساعات النهار ورح يستمر لغاية الساعة 8.43 دقيقة بتوقيت جرينيج صباحا يعني بمعنى اخر اللي رح يتأثروا من خلو المسار هم اللي عايشين على الجانب الاخر من الكرة الارضية اللي بكون عندهم نهار اما احنا فتقريبا معظم اوقات الليل لغاية الساعة 8.43 دقيقة بتوقيت جرينيج صباحا يعني تقريبا بحدود الساعة 11 صباحا صباحا نحكي احنا بتوقيت الشرق الاوسط او 11 لربع فتأثيره على منطقة الشرق الاوسط رح يكون ضعيف ومثل ما حكينا عن خلوة المسار انه هاي الفترة بتكون سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي احنا كنا بادين فيه من قبل خلوة المسار طبعا بعد انتهاء خلوة المسار الساعة 48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بكون القمر استقار في برج السرطان بالنسبة لأول زاوية فلكية رح تتشكل معنا خلال هذا النهار هي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش هاي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن احنا نفاجئهم بشيء غير متوقع ممكن يصدر منا اشياء برضو مفاجئة وغير متوقعة اتجاه البعض بالنسبة للزاوية الثانية اللي رح تتشكل هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والمشتري في تمام الساعة 11.59 دقيقة عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني تقريبا بحدود الساعة 2 الفجر بتوقيت عمان او توقيت الاردن فبتأثر هاي الزاوية على الناس اللي بتكون الدنيا نهار عندهم مش الدنيا ليل هاي الفترة لازم نكون حذرين من الناس اللي بيحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة لخصوف القمر واللي رح يكون يوم الجمعة عشر واحد وبما انه رح يكون تشكل زاوية المقابلة بين الشمس اللي موجود بالجدي والقمر اللي موجود بالسرطان ورح تكون زاوية المقابلة هاي تقريبا الساعة 7 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش فهذا الخصوف رح يكون خصوف ظلي لانه رح يبدأ تكوين الخصوف في تمام الساعة 5 و5 دقائق بتوقيت جرينتش مساء ورح تكون ذروته ساعة 7 و9 دقائق مساء بتوقيت جرينتش يعني الفارق ما بين زاوية الاغتران اللي هي 7 و21 دقيقة ل7 و9 دقائق يعني فترة تعطي انه الشكل رح يكون مش القمر كامل مختفي بل جزئية من القمر رح تختفي اللي هي اغلب القمر يعني فعشان هيك بسموه ظلي بانتهي الخصوف كليا في تمام الساعة 9 و14 دقيقة بتوقيت جرينتش يعني بمعنى اخر مرحل الخصوف رح تكون ما يقارب ثلاث ساعات من البداية حتى النهاية الاماكن اللي ممكن مشاهدت الخصوف منها هي اوروبا، اسيا، استراليا، افريقيا، الكثير من امريكا الشمالية، الشرق من امريكا الجنوبية، المحيط الهادي، المحيط الاطلسي، المحيط الهندي، والقطب الشمالي هسا شو تأثير الخصوف؟ الخصوف والكسوف الاثنين امرين سلبيات في هاي الفترة نشعر بضغط بنال من قوة شخصيتنا ممكن نفقد السيطرة على عواطفنا يفضل الامتناع عن اتخاذ اي قرار مهم والابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء اي حاجية ثمينة كمان منصير عرضة للمرض بهاي الفترة طبعا احنا بالنسبة لقلنا لانه راح يكون عندنا بالليل فما في عمليات جراحية بالليل الا للطوارئ ولكن في الدول اللي بتكون نهار دائما نحكي انه هاي الفترة ما بننصح لعمليات جراحية لانه ممكن يصير فيه نوع من انواع النزف لانه بيصير فيه ميوعة في الدم ولازم الحذر الاكثر من الادوات الحادة والكحوليات هاي الفترة بتتأثر عواطفنا اكثر وممكن انها تعمل فوضى حياتنا وممكن انها تتضح الرؤية انها اكثر بنتخذ اتجاهات عاطفية جديدة افضل من السابقة بتكون من صالحنا المدة اللي بيأثر عليها هذا الخصوف هي ثلاث ايام ما قبل وثلاث ايام ما بعد الخصوف اهم التأثيرات الخصوف على جميع الابراج يعني كل الابراج بتنتبه من هاي النقاط لانه هاي النقاط الاساسية اللي بتأثر على الجميع كل برج على حسب موقعه من مكان الخصوف اللي هو برج السرطان برج الحمل بدهم ينتبهوا لامورهم البيتية والعقارية والعائلية برج الثور السفر الداخلي تنقل بين المدن العلاقة مع الاخوة والجيران برج الجوزاء الناحية المالية برج السرطان هدولة اكثر ناس لازم ينتبهوا لانه عندهم الخصوف هدولة بدهم يحافظوا على سمعتهم وعلى انجزاتهم القائمة برج الاسد التعامل مع مؤسسات كبيرة برج العدراء نشاطات الاجتماعية والصداقات برج الميزان المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين برج العقرب السفر والاتصالات الابعيدة والامور القضائية برج القوس الاموال المشتركة برج الجدي الشراكة المالية والشراكة العاطفية برج الدلو الصحة والعمل برج الحوت العلاقة مع الاحباء لا سيما الاولاد وبما انه القمر رح يكون موجود في برج السرطان فيعني خلو المصار القادم رح يكون يوم عشر واحد ببدأ الساعة 11 و 57 دقيقة قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيش وبستمر حتى اليوم الثاني اللي هو 11 واحد حتى تمام الساعة 12 و 15 دقيقة بتوقيت جرينيش عصرا وبعدها بينتقل برج الاسد عمر القمر القمر اللي شبه مكتمل 14 يوم وفي تمام الساعة 31 و 36 دقيقة بتوقيت جرينيش بصير عمره 15 يوم نسبة الاضاءة 95% اليوم رح نضيف اشي لانه انطلب كثير من الاصدقاء كانوا متعودين دائما اني انا بنشره في توقعات اليومية دائما على صفحة الفيسبوك اللي هي مزاج الكواكب طبعا مزاج الكواكب في مكانها منذكر في مزاج الكواكب انه الكواكب هيوان موجودة رح تستمر لأمتى امتى تنقلها رح يكون او المرحلة القادمة او الخطوة القادمة للحركة تبعتها ايش رح تكون في تاريخها وثاني اشي مزاج الكواكب هاد هل هو سعيد ولا هو منتحس طبعا في بعض الفلكيين بيستفيدوا من هاي الاشياء في بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا في الامور الحسابية اللي بيعرفوا مثلا وقت الزهرة ووقت القمر و ايش ممكن يعمل في وقت الزهرة او ايش ممكن يعمل في وقت عطارد او ايش ممكن يعمل في وقت المشتري بعرفوا هاي الحسابات لأيش تستخدم فعشان هيك احنا بنحط لهم اياها ولكن انه عملية التوضيح اللي هي على اساس انهم يعرفوا مزاج الكوكب هذا هل يصلح للعمل الجيد او للعمل السلبي ولكن احنا بنطرح المسألة وذنبهم في رقبتهم ايش بدهم يستخدموها يعني اول ايش بالنسبة للشمس الشمس موجود في الجدي حتى يوم عشرين واحد الشمس خلال هذا النهار رح تكون منتحسة القمر في الجوزاء والسرطان لغاية 11 واحد رح تكون سعيدة عشان هيك بنحكي انه هذا الخصوف ما رح يكون له الاثار القوية اللي بعض الفلكين قاعدين بيخوفوا منها لانه نسبة الانتحاسة في الشمس ضعيفة ونسبة السعودة في القمر عالية جدا لانه في بيته كوكب عطارد في الجدي حتى يوم 16 واحد مزاجه ممتزج يعني بيغلب عليه التقلب خلال هذا النهار بين سعودة ونحوسة فما في اشي ثابت عليه يعني وقت سعيد ووقت منتحس فالاغلب احنا منحطها ممتزج كوكب الزهرة في الدلو لغاية 13 واحد مزاجه سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين برضو مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 19-12 منتحس سبب الانتحاسة انه هو بلش في زاوية الاقتران بينه وبينه بلوتو وعملية المقابلة برضو اللي موجودة عنده فاضعفت من ساعاته لمنتحس زحل في برج الجدي مزاجه سعيد اورانوس في الثور في حركة التراجع لغاية 11 واحد منتحس نبتن في الحوت حتى نهاية العام مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى نهاية العام برضو منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا لليوم الثالث على التوالي في السفر والاتصالات طيلة ساعات الليل اما من ساعات الصباح بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية اهم اشي انك في خلال هاي الفترة ما تتهرب من المسئوليات حتى لو زادت عليك حاذر من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف حدا جاهلك اهم اشي انك تنظم جدول اعمالك ونشاطاتك العباء ممكن شوي تكون كثيري خلال هذا النهار وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور طيلة ساعات الليل بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكوا وبدكوا تتجنبوا النفقات اما في ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة يا مع اخ يا مع جار احكي رأيك بكل جراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع بعض المبالغ او مبلغ طارق من المال حاذر اهمال الوضع الصحي والجنة بالارهاق برج الجوزاء بيضل عنكوا قدرة على مواجهة مشاغلكوا والانجاز الكثير منها حتى ساعات الصباح بعد ساعات الصباح وبعد استقرار القمر في برج السرطان بتعيدوا تنظيم ميزانيتكوا بصير تفكيركوا على الامور على الجانب المالي اهمش انكم تتجنبوا النفقات نظم الاقصاط ولا تسمح لها انها تتراكم فكر بمنطق وعالج الامور الطارئة فورا حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحدد السياسة تاعة الفترة هاي كيف دك تتعامل مع الاشخاص ممكن يكون في عندك لقاء تلاقي منه نوع من انواع الدعم برج السرطان كل التعب اللي انتو حسيتو فيه خلال الايام الماضية وتراجع الصحي اللي صار هذا الوهن والتعب والارهاق والصداع والامور هاي مع ساعات الصباح تقريبا بتبلش تختفي بالعكس بحل مكانها نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات تتلقوا اشارة وممكن تبدأ بتنفيذ خطة معينة يعني بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها بالشكل الطبيعي برج الاسد بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الاصدقاء حتى ساعة الصباح بعدين القمر بصير في بيت متاعبكو بتكون ديروا بالكو الفترة هاي غير مريحة تماما ممكن تنال من صحتكو ممكن تنال من اعصابكو هذا اليوم بسجل نوع من انواع الركود على جميع الاصعادة بنصحكو بعدم المباشرة بتنفيذ اي شيء اهمش انك تتخلص من عاداتك القديمة بهاي الفترة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر التأخير برج العذراء حافظوا على سمعتكو وانجازاتكو القائمة في مجال العمل حتى ساعات الصباح بعدين بتنشطوا بين الاصدقاء بتصير تشغف الامور بوضوح اكثر وبنظرة متفائلة اكثر بيطمئن بالك وممكن تحصد الدعم وتأييد خلال الايام القادمة بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء ورجع العلاقات لطبيعتها برج الميزان اللي عنده امتحان او مقابلة خلال ساعات الليل عندنا ساعات الليل ساعات النهار في دول اخرى بدو يستعد بشكل منيح في ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكو وانجازاتكو في مجال العمل اهمش انك تنظم وقتك بشكل جيد وكون واضح في اولوياتك وما تخلي اي شخص يثير انفعالاتك او غضبك باستطاعتك مواجهة اقوى المنافسات لانك انت بتتمتع بهاي الفترة بسرعة خاطر وذكاء حد برج العقرب يعني خلي كل اهتمامكو خلال ساعات الليل على ادخال التعديل المطلوب على اموركم واموالكم المشتركة اما في ساعات الصباح بسلك وخبر صار يا من بعيد يا رسالة يا اتصال هاتفي يا دعوة لسفر هاي فترة حافلة بالنشاطات ترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن تسافر او تشترك بمؤتمر تستفيد منه وتحقق انجازات ممكن يكون عندك كثير اتصالات خصوصا مع خارج البلاد ممكن تلتقي بعض الاشخاص حول طاولة حوار للتفاوض اللي حابب انه يدم لفيزا في هاي الفترة مؤاتي الامور لالك في هاي الفترة بتعالج مسائل متنوعة برج القوس بهاي الفترة بتقدروا تعززوا شراكتكو سواء في العمل او في العاطفي لغاية ساعات الصباح بعدين بعد ساعات الصباح بتكو تنتبهوا لضبط امور كلمالية المشتركة ماشي بتقدروا تيدموا افضل النتائج بس بتكو تتحلوا بالهدوء والليون والصبر بنتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل برج الجدي حاولوا تمشوا الامور باي طريقة كانت حتى ساعات الصباح وبدكو تظلوا من تبهين لصحتكو لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح تنجحوا في تعزيز شراكتكم هاي فترة صحيح لسه ما وصلت للمرحلة اللي نحكي عنها فترة مقبولة شيئا ما لانه لسه بما انه موجود القمر مقابلكو في خسوف برضو مقابلكو معناتو هاي الفترة طاقتكو بتكون ضعيفة خلال هاي الفترة بتزيد عليكو الهموم والمسؤوليات بدك تتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بالخطر والمشاكل والحوادث يعني القمر في مكانه هذا بخليك شوي مضطرب ومرها في الحس ممكن انك تحس بالارتباك والغضب من اي شيء رغم انك انت بتتمتع بطاقة كبيرة يعني بتسندك شوي في بعض الاوقات برج الدلو ما رح يتخلى الحظ عنك عاطفيا وماليا حتى ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بتكو تنتبهوا اكثر لصحتكم بدك تكون عنصر ايجابي وما بدك تسبب النفور للاشخاص اللي حواليك ماشي بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الاحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة لكن بدك تحاذر من اي اضطرابات صحية برج الحوت يعني بظل تركيزكو كله لغاية ساعات الصباح بتركز على البيت وعلى العائلة وعلى شؤون العائلية وعلى العقارية وعلى الاشياء الداخلية في ساعات الصباحة بتزداد رغبتكو في التقرب من احبائكو والتفاهم معهم بتكون الفترة هاي عاطفية ممتازة جدا بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا معالجة الامور بروية وابعد عن التعقيدات قد ما بتقدر خلي الامور تكون سلسة وكل شيء له حل صحيح انه مكان الخصوف بيت العاطف عندك فعشان هيك بدك تضبط اعصابك وانت بتتعامل مع احبابك هيك منكون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم في النهاية منقول والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا رضى الله ورضى الوالدين الى اللقاء موسيقى